سلام عليكم ازايكم يا حبايبي اعملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا حبيت اعمل معاكم الملبن. وبنسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص حبيت اعمله معاكم بطريقة سهلة كده. آآ هو سهل وطريقته بسيطة ومكوناته بسيطة جدا. انا وكنتش اتخيل انه ممكن نعمله في البيت وينجح بالطريقة دي. شوفوا شكله جميل ازاي? بصراحة شكله يفرح. انا لما جربت ونجح معايا حبيت اشارك معاكم الطريقة. عشان تجربوها وتعرفوا انها نجحة وبسيطة وجميلة. وممكن احنا نعملها بكل سهولة جدا في البيت لولادنا ونفرحهم كده وبنسبة المولد النبوي. يلا بينا نسمي الله ونشوف المقدير وتراية التحضير. هنحتاج لتحضير الملبن آآ اللتر من المية. الازازة دي مقاسها لتر ونص من المية. انا حطيت فيها لتر واحد بس من المية. يعني آآ خمس كبيات. اللي هي الكوباية المج العادي اللي مقاسه متين ملي. معايا هنا كمان تنم ميت جرام من السكر. يعني اربع كبيات. آآ برضو بنفس المج اللي مقاسه متين ملي. وهنا آآ اتناشر معلقة من النشا. يعني آآ بمعنى ان كل كوباية من المية هتاخد تلات معلق من النشا. تلات معلق كبار من النشا. وده ملح لامون. ممكن تستبدليه بآآ عصير نص لامونة. وده ماء الورد. هنستخدم اما ماء الورد واما ماء الزهر. على البارد كده هحط في الحل المية. وعليها السكر وعليها النشا. وهدوبهم كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. لحد ما حس ان السكر ابتدى يدوب شوية. وبعدين هرفعهم على نار آآ عالية. ومع استمرار التقليب طبعا لان النشا من الحاجات اللي بتتكتل. ما ينفعش ان انا اسيبها وامشي لانها هيتكتل وهيتحرق. وهيدي نتيجة سيئة جدا. فانا مع استمرار التقليب حفظ الوقفة قدام على حد ما احس كده انه ابتدى يدخل في الغلايان. وابتدى يربط. شايفين شكله ابتدى يربط يعني بقى له تقريبا كده سبعة تمان دقايق لحد ما دخل في الغلايان شوية. دلوقتي بقى هحط العسل الجولوكوز والمكون ده انا نسيت احطه مع المقادير الاولانية. آآ دول اربع معالق كبار من عسل الجولوكوز. يعني كل اللتر كل كباة من المية عليها معلقة كبيرة من عسل الجولوكوز. وهقلبهم كويس وممكن تستبدليه لو مش موجودة عندك بعسل النحل. دلوقتي بقى اه انا وطيت النار خالص هدتها. وهسيبه يغلي على النار ويربط وهياخد حوالي من ساعة لساعة ونص كده على نار هدي خالص. طبعا مع استمرار التقليب من من وقته التاني هقلبه. مش هسيبه. دلوقتي بقى هبتدي احضر بقية المكونات بتاعتنا. آآ انا معايا دبورة ومعايا خيط ومعايا عين جمل. هبتدي اعمل حبل من عين الجمل. آآ يعني حالت ضموا كده بالابرة. شوفوا شكله. شكله جميل جدا. هعمل حبلين آآ من عين الجمل. طبعا الكمية دي آآ ترجع لك. على حسب الكمال انت عايز تعمليها تقدر تنفزي المقادير بتاعتك. دلوقتي آآ خلاص وصلت المرحلة ان ابتدى آآ غالة. وزي ما انتم شايفين كده تقل وقوام تقل وابتدى يزهر يعني انه شكله بقى ملبن. في الوقت ده بقى حدوب معلقة ملح اللمون. هي نص معلقة صغيرة من ملح اللمون فحدوبها في معلقة مية وهحطها. وكمان حضيه في ماء الورد. وممكن تستبدلي ماء الورد زي ما بقالك بماء الظهر او بالفانيليا كمان آآ يعني النكهة اللي تحب تحطيها وضيفيها على الملبن بتاعي. الملبن كده زي ما شفتو ابتدى يدخل في السوا. حسيبوش فيه كمان لحد ما حضر الصواني بتاعتنا. انا جبت صانية مربعة آآ كبيرة وده انتهى فرجتها ورق زبدة وحدهنها برضو زيت. والصانية الصغيرة ديت آآ ده انتهى بس بال بالزيت وحفرشها نشا. كمية كده حلوة من النشا. ولازم يكون النشا حلوة ورحته حلوة يعني ما تجيبهش نشا قديم وتحطيه لانه آآ الملبن اللي انت هتعمليه حيلقوا طرحة النشا. حفرشها كده كويس من كل ناحية. وانا حبيت انها نقسم الصانية بتاعتي نصين فجبت كده كرتونة وغلفتها بورق الزبدة واسمت بيها صانية نصين. علشان انا هعمل نوعين من الملبن دلوقتي هوريكو ازاي. وحبا لعين الجملة اهي جاهزة معايا اللي اضمتوا كده خلاص تمام. كده خلاص الملبن بقى جاهز ووصل للقاوم المطلوب بس سخن جدا طبعا وهو سخن كده هبتجي اشتغل فيه ما ينفعش اسيب ويبرد. هحط فيه الحبال وحبتجي اغلفها بالملبن من كل ناحية. وحانزل بالحبال ديت على النشا. وكمان هغطيها من على الوش بكمية من النشا برضو. هعمل الحبل التاني بنفس الطريقة برضو. من كل جنب كده هبتجي اضيف عليه الملبن. واغلفه كويس جدا لحد ما حيث ان كله تغلف واخد كمية كافية. بوقفه كده علشان انزل منه الملبن الزيادة. وححطه برضو على النشا وهغطيه معلقة من النشا. وحسيبه في في الجو العادي شم الهوى وهو حينشف فيه تماسك. ما ينفعش ادخله التلاجة. بالنسبة للصانية دي احطيت فيها جزء من الملبن بقى فاردته وده اللي انا حقطهم كعبات. وحبتجي كده بالسباتيولة حضن الاسباتيولة الاول زيت علشان ما ما تلزقش في الملبن وحبتجي اساوي الملبن اللي انا حطيته. اما الشواء اللي فضلين دول فانا هعملهم ضمية. آآ ضفت عليهم الوان آآ سائلة من الوان للطعام الصحية. انا جانبي طبعا الالوان بضيف على حسب ما انا عايزة اللون يعني الحد ما يزبط معي بضيف لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عايزها. وضفت عليه سوداني لو عندك بندق طبعا ممكن تقدر تحطيه بقى جميل جدا بس انا يعني ما حبيتش بقى اكلف عن جمل وبندق فحبيت اعملو اقتصادي شوية. وبرضو حدهن الاسباتيولة بالزيت وحساويه كويس. هفرده كده كويس جدا. ومش هدخله التلاجة. الابيض حرش على وشه برضو نشا تاني. علشان يبقى سهل التقطيع معي. اما الاحمر طبعا مش هحط عليه نشا ولا حاجة لما جي قطعوه لو حسيت انه بيلز احدهن السكينة آآ بالزيت. هو تقطيع الملبن عموما لازم قدهن السكينة معي زيت وانا بقطعوه علشان ما يلزقش ويتقطع ويتبهدل مننا. هساويه كده بضهر المعلقة كويس يعني يعني انا بفرد بس النشا علشان اغلفه كله بقدر الامكان بالنشا واسيبه بقى في الجو الهادي الجو المطبخ العادي خالص هو اول ما يشمل هوا حيتماسك. لكن ما ينفعش ادخله التلاجة. يعني فيه الناس تعملوا ودخلوا التلاجة تقول عشان يتماسك. لأ ده حيديك نتيجة عكسية تماما. حيندي ويتبل وحيديك نتيجة سيئة خالص. فانا هغطيه كده بس بستريتش. وهسيبه يعني هويه برضو شوية مش هحكمه قوي. انا بس بغطيه علشان ما يجيش عليه اي حاجة. وهسيبه في في حتة تكون هوا. آآ يعني ليه لكاملة. او على الاقل مسلا ست ساعات او ماسك ويتجمد. ده شكله. ده شكله بعد مرور حوالي سبع ساعات سبته آآ عادي جدا زي ما قلتلكم برة. حبتدي بقى كده اقلب الحبال ديت في النشا من كل ناحية اغلفها علشان تبقى سهلة معي في التقطيع. ودي الصينية بقى اللي فيها الملبن الابيض والدمية. شايفين شكلها بقت جميل ازاي? بدون تلاجة بدون اي حاجة تمسكت اهي. وبردو الملبن الابيض تماسك تماما. دلوقتي هبتدي بقى اخد الحبال عين الجمل وهشيل منها هسحب كده منها الدبارة بالراحة. علشان نقطعه ونبدأ نقدمه مع بعض. ده هنتسكينه برضو زيت. وهقطعه بقى الحجم اللي انت عايزها تحبي تقطعيه صغير تحبي تقطعيه اكبر شوية. وجبت الورق بتاع الكاب كيك. واحط فيه الملبن يدي له شكل جميل. بحب استخدم ورق اقاب كيك في الحلويات يعني بحط ساعات في البسبوسة والكيكات والحاجات دي بيدي له كده شياكة وراونك آآ جميل جدا. وبالنسبة بقى للضمية والملبن الابيض العادي. هبتدي بقى اشيل منه الورق الزبدة واشيل الفقاص اللي ما بين الاتنين. وهقطعه برضو بس هادهن الاول السكينة. بالفرشة كده مسح الزيت بسيطة علشان ما يلزقش. وهقطعه بقى بالحجم اللي نحبه ايه يعني الى مستطيل او مكعبات مربعات. طبعا الحجم دي يرجع لك. هبتدي قطعه كده بالطول العرض حجم وسط. والملبن الابيض برضو هقطعه بنفس الطريقة. جميل جدا يعني انا بصراحة آآ يعني مبسوطة بالنتيجة اللي وصلت لها مع الملبن. شايفين شكله جميل ازاي? متماسك وشكله جميل. وطبعا ده انا مبيتوش. يعني هو قعد مجرد ستة او سبع ساعات بس في الهوى. آآ لما يقعد اكتر لبكرة لتاني يوم. هيبقى مظبوط قوي وحيبقى ما تتماسك اكتر. برضو هحطه في ورق الكاب كيك. ونقدم وبقى كده على صانية شكلها شيك كده. آآ وفي حاجة كنت عايز اقول عليها برضو آآ لو ما عندكيش باتكلم دلوقت على البداية. لو ما عندكيش عسل الجلوكوز تقدر يستخدمي نفس المقدار من عسل النحل. ولو ما عندكيش ملح اللمون حنعصر نص اللمونة صغيرة. مش هنزود لملح اللمون ولا اللمون. يعني سواء احنا بنستخدم اللمون يبقى نص اللمونة صغيرة. لو حنستخدم آآ ملح اللمون تبقى نص معلقة مسحة خالص صغيرة بندوبها الاول في في معلقة مية وبندفها. آآ دي كانت النتيجة النهائية وبتمنى يكون عجبكم. آآ شكله جميل ورحته حلوة جدا. مع الورد رحته آآ باينة فيه جدا. رحته زهرة. آآ شكله حلو قومه مزبوط. آآ الحقيقة طريقة دي طريقة الشيفي المحترمة الجميلة. آآ راشا الشامي بصراحة من اكتر الشيفات المحترمات اللي انا بحبها بحبها صفاتها. حبيت اشارك معاكو الطريقة بما اني يعني جربتها ونجحت. آآ فحبيت ان انا اقول لنت ان طريقة دي فعلا نكحة مية في المية وجميلة. وكل سنة وانتوا طيبين. آآ باتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وفعلوا الجرس عشان توصل لكم اشعارات بكل حاجة جديدة انزلها. اشوفكم على خير ان شاء الله فصفات احلى. بشكركم جدا. سلام عليكم.